أصدقائي الأعزاء في هذا الجزء سوف نكمل ما بدأناه من الحديث عن المحددات طبعاً محددات الكمية أو المقدار في هذا الجزء الأخير سنتحدث عن طبعاً تعني القليل وتعني قليلاً من لكن تقريباً كلها لها نفس المعنى باللغة الإنجليزية ولكن باستخدامات مختلفة نأتي الآن إلى هذا التعريف إذن المحددات هي الكلمات التي توضح عدد الأشياء أو المقدار الشيء الذي نتحدث عنه نأتي الآن بصورة عامة للحديث عن سوف نتحدث عنهما بصفة عامة A little and a few are quantifiers meaning some إذن القليل تعني أو هي عبارة عن محددات لها معنى some some تأتي بمعنى بعض لنأخذ أمثلة على ذلك She saves a little money every month She saves a little money every month إنها توفر القليل من المال كل شهر إذن هذه الفتاة توفر القليل من المال كل شهر كل ما أرادته كان بعض اللحظات مع نفسها المثال الآخر Have you got any money? Have you got any money? Yes A little هل لديك بعض المال؟ هل لديك بعض المال؟ نعم القليل منه إذن القليل من المال طبعا أصدقائي ملاحظة جدا مهمة عن a little و a few يستخدمها عندما نتحدث عن الكمية الكافية إذن a little a few لهما معنى إيجابي أي أن الكمية رغم أنها قليلة إلا أنها كافية أوكي نأتي الآن للحديث عن little few little and few have negative meanings we can use them to mean not as much as many as may be expected or wished for إذن little few لهما معنى سلبي أوكي إذن عندما نذكر few أو little فإن المعاني تكون سلبية وعادة ما نستخدم هاتين العبارتين few و little لنقصد ليس ليس بالقدر الكافي أو ليس بالقدر المتوقع أوكي نأخذ أمثلة على ذلك have you got any money have you got any money no very little no very little هل لديك بعض المال لا القليل جدا إذن معايا كمية من المال لكن قليلة جدا فهون المعنى سلبي أوكي she had few moments on her own she had few moments on her own حظيت 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 بلحظات قليلة جدا مع نفسها إذن هون المعنى سلبي few moments لحظات قليلة جدا لحظات غير كافية أوكي فإذن a little a few تستخدم مع الجمل الإيجابية التي تحمل معنى إيجابي little few تستخدم مع الجمل التي تحمل معنى سلبي أوكي لنكم ملاحظة we use a little with uncountable nouns we use a few with plural countable nouns إذن نستخدم a few مع الأسماء الغير معدودة دائما ما نستخدم a few مع الأسماء الغير معدودة ولكن نستخدم a few مع صيغ الجمع المعدودة إذن الأسماء التي يمكن جمعها نستخدم معها a few الجمل التي لا يمكن عدها أو أسف الأسماء التي لا يمكن أو غير قابلة للعد نستخدم معها a little نأخذ أمثلة على ذلك شربت بعض الشاي والقليل من الخبز وأكلت القليل من الخبز إذن القليل الكافي من الخبز إذن أكلت كمية كافية من الخبز أوكي 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 نأتي الآن للحديث عن ملاحظة أخرى إذن نستخدم مع الأسماء الغير معدودة ونستخدم مع الأسماء أو سيغ الجمع المعدودة لكن الفرق بين little few و little few إن little few تستخدم في النصوص الرسمية أو في السياقات الرسمية إذن هنا يتضح الفرق بينهما examples أمثلة على ذلك I'm not very happy about it but I suppose I have little choice I am not very happy about it but I suppose I have little choice لست سعيدا جدا بهذا الأمر لكن أعتقد أنه ليس لدي خيار طبعا عندما أقول I have little choice وكنا بالسابق أنه little لها معنى سلبي معنى ذلك أنه ليس لدي خيار أو الخيار الموجود لدي قليل جدا ضئيل جدا مثال آخر there have been there have been few problems with the new system thankfully there have been few problems with the new system thankfully لقد كان هناك بعض المشاكل أو القليل من المشاكل مع النظام الجديد لحسن الحظ thankfully لحسن الحظ عندما نستخدم a little a few بدون اسم we can use a little and a few as pronouns we can use them to substitute for a noun when it's obvious from the context إذن نستطيع استخدام a little and a few كضمائر يمكن استخدامها كضمائر أيضا نستخدمها عندما نريد أن تحل محل الاسم لكن بشرط أن يكون الاسم واضح من السياق مثال على ذلك أو أمثلة على ذلك she began to tell them a little about her life she began to tell them a little about her life بعد بدأت تحدثهم القليل عن حياتها أو حول حياتها إذن a little هون حلت محل الاسم she لا داعي لذكر شي مرة أخرى لأنها واضحة من النص مثال آخر don't take all these strawberries just have a few don't take all these strawberries just have a few لا تأخذ كل الفراولة خذ القليل فقط لا داعي لذكر strawberries مرة أخرى a few تعني strawberries القليل من الفراولة ملاحظة هامة هنا little and few are not very common without a noun we use them in formal context على أكس a little a few little and few ليست ليست بالعبارات الشائعة بدون اسم نستخدمها فقط في النصوص الرسمية a little of a few of a little of a few of we use all with a little and a few when they come before articles a an the demonstratives this that possessives or object pronouns my your him them إذن نستخدم of مع a little and a few عندما تأتي قبلهما اللي هي the articles a and the أدوات التعريف أو demonstratives الأسماء الإشارة this or that أو مع الضمائر ضمائر الملكية أو ضمائر المفعول به أمثلة على ذلك I have spent a little of my money I have spent a little of my money بما إنه هون لدينا possessive pronoun فاستخدمنا of قبلها لقد لقد أنفقت قليل من مالي مالي الخاص my money مثال آخر a few of his films were seen abroad a few of his films were seen abroad قليلا من أفلامه شوهدت بالخارج قليلا من أفلامه his بما إنه هون في عنا his استخدمنا of قبلها OK A little with adjectives determiners adverbs We use a little before adjectives and adverbs to modify them It's more formal than a bit إذن نستطيع استخدام a little مع الصفات و مع المحددات و مع الظروف OK لماذا لكي نوضحهم OK to modify them Examples She seemed to be getting a little better She seemed to be getting a little better يبدو أنها تتحسن قليلا OK إذن a little توضح حالة التحسن عند هذه الفتاة كيف تتحسن قليلا A little better OK What you need is a little more romance What you need is a little more romance كل ما تحتاج إليه هو القليل من الرومانسية OK إذن تحتاج أكثر قليلا من هذه الرومانسية لا أعلم لماذا ملاحظة أخرى We often use a little with bit We often use a little with bit إذن في في الغالب نستخدم a little مع bit قليلا جدا مثال على ذلك I find that a little bit hard to believe I find that a little bit hard to believe أجد ذلك صعبا قليلا لأصدقه أو أجد ذلك صعب التصديق بعض الشيء إذن a little bit يمكن أن نقول أنها تعني بعض الشيء عندما يخبرك شخص ما عن شيء وأنت تظن بأن ذلك الشيء من الصعب تصديقه فتقول I find that a little bit hard to believe OK Little adjective Little adjective We use little as an adjective to mean small نستطيع استخدام little ك كصفة لتعني قل الصغير إذن يمكن استبدال little OK بدل قول small صغير والحصول على نفس المعنى examples أمثلة على ذلك You are going to have a little baby You are going to have a little baby سوف تحصل على طفلا صغير A little baby طفل صغير OK I know a little restaurant not fall from here I know a little restaurant not fall from here أعرف مطعما صغير ليس بعيدا من هنا طبعا A هاي article هي أداة التعريف ليست ل little إنما هي ل baby a baby a restaurant لكن little هون هي صفة OK وبهيك أصدقائي من كون إنتحينا من هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتوسلكم أشعرات في الفيديو هات القائد ما إن شاء الله إلى اللقاء